توكلت على الله والنهاردة أقول لكم في الفيديو على كم تاكا كده هتقلب لكم حرفيا طعم المحشي وريحته كمان هتخلي كل اللي هيدقونه إيدك ويشم رحته انت عمنا ازاي طريقة المحشي الناس كلها عارفاها لكن التركات دي معظمهم ما يعرفواش على بركة الله بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتي كياد القوة المتين بسم الله الرحمن الرحيم مبدئيا كده المحشي بيحب الطماطم كتير بيحب البصل كتير أنا هنا بضرب الطماطم بحط كمان معاها حوالي فسطين من التوم سر كده نجيب الحلة بتاعتنا وأول حاجة أنا بعملها أنا ببرميش عروق الكورومب بتاعت الورق الأبيض اللي بيبقى جوه العروق دي بتبقى مسكرة جدا جدا كمان بتعمل عازل كبير لأنها تخينة أو سميكة ما بتخليش الأعر أو الأرضية أو أول رصة معيكي في المحشي تشيت وتتحرق بسهولة زي ما بنشوف كده فأنا بدل ما حط بصل وطماطم أنا بحط عروق الكورومب دي لما بيجي أعمل كورومب وممكن كمان تضيفي شوية من الخضار بعد ما بتخرطيه كده بتاخدي أول جزء اللي هي العيدان دي وترشيه عليه كمان بتخليه حرفيا تحفى ده أول حاجة معينا تاني حاجة بقى بعد ما بخلص خلطة المحشي خالص وخلاص هبدأ أحشي بجيب بصلاية وببشرها وبادعكها كده بملح وفلفل وكمون وابدأ أضفها وقلبها بعد طبعا الخلطة بتاعتي كلها ما بتبرد وبعد كده بقى بجيب الورق وهبدأ أقطعه بقى عايزة تقطعيه طويل تقطعيه وصير ولكن لما بتبقى الورقة معاكي الطول بتاعها مناسب طعم الكورومب بيبقى ظاهر معاكي خالص ببقك كده حاجة مسكرة مع الرز ببقى طعمه حلو بعد كده لما نبدأ نحشي الكورومب بتاعنا ياريد لما تلف الصابع تمسحيه كويس من أي رزوية موجودة على الوجش تعالوا بقى كده نرص المحشي بتاعنا زي ما قلت أنا برف الصابع كويس قوي بمسحها كويس عشان الرز اللي احنا الممكن يتساب مننا على صابع المحشي واحد ولا الثاني هيخلي المحشي بتاعك يعجن نيجي بقى الرصة المحشي أنا برص صف كامل رايح وبرجع أعكس زي ما انتوا شايفين كده يعني المرة دي هعمله بالطول المرة التانية هعمله بالعرض وهكذا لحد ما خلص كل الحلة بتاعتي يبقى رصة بالطول رصة بالعرض زي ما انتوا شايفين كده عشان اسمح للشربة ان هي تتغلغل في كل المحشي بالتالي كل صابع المحشي بتاعتك تشرب من الشربة والحلة كلها تبقى مستوية زي بعضها ما بقاش في صابع عندك مستوي وصابع لا اللي بعد كده بعمله ان انا بحط او بحش كم قرن فلفل كده حامي على برد بحطه على وش الحلة في الآخر بيعمل مكس فضيع طعم الفلفل مع الكرومب مع بعضه كده بيبقى مكس وهمجة مع ريحة وطعم بجد حلو جدا جدا وبعد كده بعمل ايه قبل ما بسوي على طول انا بحط حوالي معلقتين كبار من السمن البلدي على وش الحلة في الآخر كده على المحشي في الآخر بتخلي زي الزبدة وكمان بضيف معلقتين كبار او ثلاث معلق كبار من التسبيكة نفسها بس انسيت للاسف الفيديو هنا كنت مستعجلة بعد ما بسبك للمحشي باخد منه ثلاث معلق وبحطهم في الآخر خالص مع السمنة والشربة بعد كده منضيف الشربة بتاعتنا وراعي كويس قوي قوي ان الشربة يدوب تكون مغطية اخر رصة من المحشي علشان ما يعجنش منك برضو هيدا عليه وهسيبه على نار عليه اول عشر دقايق بعد كده هدي النار عليه شامعة عشان يستيبه براحته خالص وياخده يديه مع نفسه زي ما انتوا شايفين بعد بقى ما بيستوي تماما ببدأ اطفي عليه واسيبه حوالي عشر دقايق بتغطي بالغطى بتاعه عشان لو اي فيه يعني فيه اي سويل زيادة منه بيتشربها ويبدأ معايا يبقى نفلفل كده وكل صابع محتفظ بنفسه وبعد كده بقى تكلوب الفهنة وشافة ويارب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك او سابسكرايب لو عجبكم الفيديو وقبل ما تبدأي اي حاجة دايما تقولي باسم الله توكلت على الله اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي وقالجأ الى حولك وقواتك يا ذا القوة المسين حرفيا هتلاقي الشغل بتاعك كله بيخلص بسهولة وبيسر وكله مليان بركة يعني دايما خالي على لسانك ذكر الله استدعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا